معركة انتخابية مؤثرة على مستقبل الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية ولعل الخلافة حول ملف الحرب الروسية الأوكرانية يعد أحد أهم العوامل المؤثرة في تصويت الناخبين كبار الجمهوريين أعلنوا أنهم قد يخفضون المساعدات لأوكرانيا إذا فازوا بالأغلبية في الكونغرس بينما يرى الديمقراطيون أن دعم أوكرانيا ضرورة لنصرها على الغريم الروسي ويظل هذا الدعم نقطة خلاف يتم استغلالها لجذب الناخبين ونقطة خلاف بين الجمهوريين ذاتهم فأكد زعيم الأقلية في مجلس النواب النائب الجمهوري كيفين ماكرسي أن الجمهوريين إذا سيطروا على الكونغرس لن تكون ميزانية دعمهم لأوكرانيا مفتوحة في ظل الركود الاقتصادي وقال السيناتور عن ولاية ميزوري جوش حاولي إن المساعدات الموجهة لأوكرانيا ليست في مصلحة أمريكا بل تسمح لأوروبا باستغلالها التعليقات كشفت الانقسامات داخل الحزب الجمهوري حيث دعا الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل البيت الأبيض إلى زيادة المساعدة لأوكرانيا لإحباط ما وصفه بالعدوان الروسي عامل آخر كاد أن يؤثر في الانتخابات هي الرسالة التي سحبها مجموعة من الديموقراطيين اليساريين دعوا فيها إلى تسوية تفاوضية للحرب في أوكرانيا وإنهاء الدعم الأمريكي وطروا للتراجع بعد اتهامهم بأنهم يضعفون موقف الرئيس جو بايدن 57 عضوا في مجلس النواب وأحد عشر في مجلس الشيوخ من الجمهوريين هم فقط من صوتوا ضد حزمة مساعدات بقيمة 40 مليون دولار لأوكرانيا فأمر الدعم الأمريكي لأوكرانيا محصوم في أرويقة المؤسسات الأمريكية ولكن يظل هذا الدعم مؤثرا على تصويت الناخبين ورأيهم حول الوضع الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر